مرحبا بكم في قناتي ميمو شانال اليوم إن شاء الله باش نشارككم الكيكة اللي عملتها في عاد ميلادي إن شاء الله يا ربي تعجبكم أنا بالنسبة لي بصراحة جدني روعة والبهفة إنها سهلة ما تكلفش برشة وقت وما تكلفش زادة برشة مكونات وفي منظرها يعني حلو بصراحة جدني أحلى حدا مليباتي سري أول حاج عملتها خديت ستة بيضات وفصلت الأبيض على الأصفر استعملت الإيد يعني لكيتها أنعم طريقة بصراحة وما تخليش يعني لصفر يدخل في الأبيض أركضت أبيض البيض وضفت لها السكر تدريجيا وإنتم في نفس الوقت وعصر من الليمون وإلا إذا ما عندكم شا ليمون تنجمو أضع وضوه بملعقة صغيرة من الخل ولبنات لهنية ماذا بيكم يعني بشتجيكم الكيكة اسفنجية ماذا بيكم التعب هذية ما تفوتو هاش معناها أحاولوا ديما يعني الأبيض البيض لين يجمد معاكم وحتى كي تقلبوا في الصحفة ما يهبط حد شي وبالهنية أخذت أصفر البيض خلطها مع حليب وبالنسبة للركاد اللي بنايت من غير ما غسلته يعني خلطها بالخطر ما يقفرش لهنية إذا بش نخلط الأبيض البيض على الأصفر ما يقلقش يقلق بركة كارن الأبيض يعني ماذا بيكم ما يوصلش فيه حتى قطرة من أصفر البيض بشي جي يعني مرانج كامل معناها ولهنية لبنات ضفت الزيت وضفت زداء الدقيق وبقيت نخلط هكا تدريجيا حتى لين حاستها تجانس وبعد لهنية ضفت شوية كمية من الأبيض البيض على الخليط متاعنا حاستها لين ولا جاري أكثر وبعد لك ضفت الكمية لك في الأبيض البيض وبقيت نخلط هكا تدريجيا يعني ماذا بيكم ما تتقوش عليها جزء ما تدخلو الخليط هكا في بعضها وكهو وبعد ذلك أخذت الطباق قطرة سطاج بالنسبة للكمية هذي عملت لكيكتين وإذا الطباق متاعكم يكون أكبر راه تنجموه تضعفوه في الكمية ولهنية حدخلتها للفرن على حرارة 180 درجة قرابة 9 ساعة إلى ربعة ودوى باش نعملو كريمة الزبدة لبهي فاها الكريمة هذي سهلة برشا ويعني حتى مكوناتها متوفر في كل بيت أما المشكل فاها إنها يعني قم بلا متاع كالوري خطر فاها برشا سكر وهذاك عليش يعني الكمية باش نعطيها لكم يعني المقادير باش نعطيكم في الكيكة سكر يعني عملت شوية ماهوش برشا باش تتوازن مع بعضها يعني ماتيش حلوة برشا بالنسبة للكريمة أخذت 150 جرام زبدة علاها 250 جرام سكر هو المفروض يعني كمية الزبدة الدوب المتاحة هي كمية السكر أنا بصرح حاسيتها برشا ما عملتش يعني يعني عملتها ك 250 جرام شو 300 جرام وجيتني صفا يعني وجيتني حتى حلوة برشا أكترت لها الفانيليا وبقت نخلط لينت حصلت على الملمس هذي الناعم وخليتها لبناء ترتاح شوية في الفريشدير ومن بعد تلك في نفس الوقت تكون الكيكتين يعني بردوا وبعد ما بردوا قصيتهم على اثنين وبعد تلك نخرج الكريمة الزبدة نحط يعني ما بين الطبقات ماذا بينما يعني ما كثرتش أنا برشا الحق ما بين الطبقات ووضفت هيك شوية من الزينة يعني شوية بنانة شوية زادة من التوت البري أي حاجة أي ديسير متوفرة عندكم بعد ما كملت طبقاتي الكل بش نوصله طواء للمرحلة متاع التمليس اللبنات اللي هنية نستعمل زوز أعواد بش تتشد لنا الكيكة ما تبقى شطرعش منه ومنه واللي عنده وساعباي اليوكوعة تتوى يعني جوز ما عملت شوية يعني من الزبدة وبعد تلك اللبنات خليتها يرتاح في الفريشدير ومن بعد زيت خرجتها رجعتها وزيت عاودت عملت لها كريمة الزبدة ماذا بيكم متكثروش من فوق برشا لخط بش نزيدها الشوكولا بلون ومن بعد تلك اللي هنية عملت لجناب أكثر شي وحاولت إنها إن ما نلصها يعني بش تجيني مستوية بالباهي اللي عنده وساعباي في المرحلة هذي يعني ماذا بيكم توسعوا بالكم بالجدى بالجدى بش تحاول لديكم يعني جد جد الكيكة وهنا عندي شوية من الحلوة هكا فيها ألوان وكل حطيتها في الملوطة وعطيت منظر حلو برشا وبدت الكيكة متعنا تبين وصلنا لآخر مرحلة ذوبت الشوكولا بلون يا إما في الباماري وإلا في الميكرو ويف وضفت لها كولورون في الروج ولينا عطيتك اللون هذيكا يعني في الروز ومحلي يعني دي حتى بتاعد ميلاد بنوتا ولا حاجة يعني منظر روعة واستعملت هكا شوية من يعني في الجناب منه ومنه باش نتحاول تحبط عكا بطريقة عشوائية في السوس في الوسط بقيت نحبط فيه اللي نعطينا الشكل هذيكا وبتتحبطت في الجناب منه ومنه وعندي كعبات من وردات حطيتهم في الجنب حولت لهناي نزين زادة كعبات سيريز وبعت لي كما عجبنيش المنظر وليت نحايتهم وزدت يعني عاوضت في بلاستهم كان الورد أنا عملت كان الورد بركة أنتو بتنجموا تعملوا أي زينة متوفرة عندكم حتى بشوية بنان بشوية زادة سيريز في الجناب وإلا أي حاجة يعني وهكي كاكملة الكي كمتانا إذا عجبتكم الفكرة هذي ما تبخلوش عليها بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس مش هظهر لكم جديدي وش هظهر لكم وصفات أخرين حلوين برشة برشة إن شاء الله نتقابلوا في فيديو الشاي باي باي اشتركوا في القناة